دكتور عمد فوزي يعني من الجميل ان كل واحد فينا يكون من امانيه ان ابنه يحصل على مجموع طيب وبالتالي يدخل الكلية المناسبة التي يريدها ما يسميه الناس بكلية القمة او ما الى غير ذلك لكن مش عشان ده اضيع ابني وكون سبب في ان ابني ينتحر او يدخل في حالة اكتئاب ربما ادفع عليه مال الدنيا كله الذي جمعته واعاني من حصر عليه انا وامه نظر ان مش عافين ان يرجعه تاني الوضع السليم شايفي الوضع هذا ازاي طيب بسم الله الرحمن الرحيم حد بيروح ينتحر هو طبيعي وده بس عشان الناس تبقى واخدى فكرة كده مبدئية اذا لقينا حالة انتحار نتج عن السنوية العامة فما هي الا سبب بيظهر حالة مرض كان موجود لدى الطفل ولم يستبصر به الاهل نعم يعني انا عندي النهاردة اشخاص محددة هي اللي قدر اقول انها في الازمة هتروح تنتحر زي مرض اسمه البيبولر اضطراب وجداني سناء الكدب اذا اصيب بي شخص فهو فعلا ينتحر ويقدم عن انتحار بجدية حتى مش مجرد محاولة او كده لا يقدم فعلا واعلى نسب الانتحار الوفاء عندها في الانتحار طيب عندنا مرض تاني مرض الاكتئاب الحاد ده برضو ممكن يكون وراسي في ليلة او ممكن يكون نتيجة اسباب الضغوط النفسية الشديدة مع جهاز عصبي ضعيف يبقى انا كطفل او يعني كشاب مراهق مش هتحمل حالة الاكتئاب الحادة مع نتيجة تكون مرضية لبعض الاطراف الاخرين لكن ليه هو لا فبالتالي في الحالة دي هو اصلا مكتئب فهيجد مع الانتحار فعلا ابسط مثال ليه وبنفكر الناس بسرعة باللي احنا بنقوله الحالة الشخص الولد اللي خلص هندسة وانتحر من البرج طيب هو خلص هندسة يعني مش هقول صعبة مش هقول هو رجل مهندس خلاص بس الحالة النفسية وحنا ذكرنا هنا ان ده مرض نفسي مش اي حد يروح على البرج البرج كل يوم فيه الاف ما فيش حد بينتحر ولا حاجة طيب دي رقم واحد رقم اتنين الحالات اللي احنا شفناها وزي ما ذكر الشيخ فكرة ان انا اقوم اقصي شعري قدام الناس وبتاع برضو دي عندنا مرض نفسي معروف اضطراب في الشخصية تمام اللي هي الشخصية الهيستيريونيك بوردر او البردر لين برسوليلي دي سوردر او الهيستيريونيك دي سوردر اضطرابات الشخصية دي انواع منها يقدم على حالة من الشو يعني ايه انا النهاردة اللي عايز احلق شعري ظلبطة ما تحلقه من غير حد ما يعرف لكن اكيد مش هجيب كاميرا وقف قدامها وافتح لايف ويا جمعنا زعلانة هو وزعلانة هو يعني بين قوي وقبلها بسنة حد انتح لايف لايف ما هو هنا بيبقى الفكرة ده عندنا ده اضطراب في الشخصية طب اضطراب الشخصية ده بينشأ امتى؟ بينشأ اثناء التفولة والمراهقة ويظهر نهايته مع تكوين الشخصية 18-21 جميل اذا اثناء ده وارد جدا عندنا التشريط وده موجود في سنوي اي ابا او ام ممكن يبص على اولاده اللي بيقدمه على تشريط اليد او كده ده اضطراب في الشخصية نعم فازن انا عندي لكن ممكن ان تكون من الاسرة دافعة لابنه ان هو ياخد قرار زي كده؟ ايه لازم تكون دافعة اه اسرة مكون رئيسي لوجود المرض النفسي نعم اولا عدم اكتشافه ما اكتشفتش من فترة مبكرة رقم اثنين الضغط النفسي الحاد رقم تلاتة المشاكل الاسرية الشديدة جدا رقم اربعة سوء التعامل بالتربية يعني انا ما بربيش بشكل سليم رقم خمسة طبعا عدم الاستبصار بالامراض اصلا يعني احنا بنقوله مثلا ابنك محتاج دكتور نفسي ليه هو ابني مجنون هو بالنسبة له طالما صحيح وضويا هو كده تمام تمام فبالتالي ده بيبقى مشكلة عند الاب ممكن يميل جدا لانه يكون الامر مسء او سحر ويكتهد في هذا الامر جدا لكنه ما يفكرش يروح للجانب النفسي نعم طيب السؤال والتي يعني انا كاب لو ابتليت ان الولد خلاص ربنا ما يستررهش لو عايزه اقول لنا كنت اتمنى للولد ازاي ما اظهرش ده بشكل يخلي الولد يوصل لمرحلة سيئة سواء اعوذ بالله اني وصل لمرحلة الانتحار او دخل في مرحلة الاكتعاب وطبعا ان حتى كيف اتحكم في مشاعرية احنا بنبدأ الحلقة عشان نكون صريح انا شايف كامات قاعدة يعني انا عشان اقول الجزء الخاص بالناحية الدينية فيها لا بكامل من ناحية نفسية ما انا هقول لسه حالا ولكن انا هقول حاجة كله ميسر لما كدر لها فبالتالي لو انا من ربي ابني على انك هتنجح حسب قدراتك ومؤهله نفسيا لهذا الامر بمعنى انت عملت اللي عليك واكتهدت انا عايزها ربي نفسي الاول ما هو ده انا بقى هو اللي بوصله المرحلة دي انا كاب بقول لابني المفروض يعني انت اجتهت وطلعت كل اللي قدرت تحصل عليه في ذهنك هو المذاكرة يعني ايه والامتحان والموضوع كله عبارة عن ايه انا بديلك مادة علمية وبشوف مدى قدرتك على استعابها عشان بعد كده لما حطك في وظيفة تنجح فيها بس الموضوع بسيط عندنا كلنا كبشر قدرات غير بعض انا اقدر احفظ حاجات بسرعة جدا عن استاذ عمر بس استاذ عمر عنده الفك والتركيب اسرع مننا كلنا عند الامة طبعا باب اكبر بكتير يعني انت واحد فينا يتعلم علم الحديث مستحيل يحصل لكن بالنسبة لهم هم ده احنا يعني هم استاذتنا فاذا انت بتتكلم على كدرات بشرية انا النهاردة ليت ابني كدراته البشرية بسيطة في حاجة معينة ممكن يكون موهبته الرياضية نعم فبالتالي انا لو راجل رياضي عالمي مش هتلاقيني خالص في جميع التعليم ممكن يكون مقصر وقد يكون انا بتكلمش على الفئة المقصر انا غالب القصر بتشوف ان هو الورد من ناحية العقلية لا هو ما شاء الله كفاءة انه يوصل لمحادي ولكن ربما يكون مقصر يعني هو المقصر بيفرح بالخمسين في المئة جدا نعم ويحس ان هو كده رضى والحمد لله انا مبسوط يعني وتلاقيه عامل حفلة لا هو بالمناسبة برضو ممكن يكون لها طالب تاني سنوي جاي مثلا تسعين في المئة وخمسة عين في المئة وما لغير ذلك يعني هو اصلا طالب مكتحد حل جيف تلتة لأي سبب من الاسباب قصر خطبها لك فبالتالي ما جابش المجموع المناسب اللي يؤهلوا الكلية طائق كويسة يعني مش بالضرورة يكون كلهم ضايعين يعني لا اهنا بقولش ضايع انا لابن على فكرة انا لو واحد جايب اللي جابت اربعة في المئة والله عندي انا ما هي ضايعه تمام تمام وابسط حاجة ان عندها قدرات ما زال عندها قدرة على الاعتراض يعني فكرة القدرة على الاعتراض على فكرة انت كده قسرت حجز الخجل الاجتماعي تمام يعني انا اعتبرها بالنسبة لي انا نجحة غيرك يكسف يطلع غيرك ما يعرفش يعبر بعض يشوفه متبجح وقد يكون بس انا باتكلم في حتة معينة ان انا عندي مقدرة اتعايش مع المجتمع برضو سؤالي تفضل كيف استطيع ان يقوم شعوري اللي هو ان انا زعلان ومتدايق ومخنوق ان هو ما عارفش اجيب المجموع المناسب تمام بحيث ان انا ما وصلوش لمرحلة ادفع تمانها بعدين طيب انا قلت جملة قبل كده في الحلقات اللي هي فكرة الرضا انك حاستيوصل لرضا النظر لمن هو ادنى وقدم النظر لمن هو اعلى دايما ما تبصش لمين جاب المية في المية لكن بص ان انت ربنا قدرلك افضل من غيرك كتير نعم بص ان غيرك ما دخلش التعليم وانت دخلت غيرك مش مثقف وانت زكي نعم انت شايف في نفسك ان انت انسان كويس اول حاجة نظرتك لذاتك الشخص لنفسه اذا انا شايف ان انا كويس انا هنجح تمام هنجح في الدنيا هنجح بقى سليب الدنيا زي ما اتقل من شوية احنا بنشوف ناس يهملكوا الحياة دلوقتي ومعندهمش اي شهادات نعم اذا انا بتكلم انا اقدر اعمل حاجات كويسة جدا النهاردة انا ممكن ادخل كلية انا هكون فيها ان شاء الله مميز جدا فاتني سنة لظروف ما ضغط علي لظروف اقتصادية لوفاة عزيز علي انا اتأثرت جامد جدا فيها اثرت في اجتهادي كنت شايف نفسي واو 92% في تانية سنة ومثلا اذا انت ما قلت فشايف ان انا هجيبها بسهولة وما جاتش معايا النظام الجديد في الامتحانات فاجئني زي ما شفنا كتير اوي في العلم كان الكيميا وكان في الادب كان العلم النفس وما الى ذلك طب انت النهاردة حصل اي حاجة وسقط عن اللي انت بتتمناه انجح في اللي انت وصلت له يعني دايما بقولها حتى بعد كده في حياتك لو مش بالمنهة جدا هترتاح اذا تزوجت امرأة وما كانش فيها كل امتيازاتك هي ما فيهاش المية في المية فيها خمسين سبعين ستين تسيبها ولا ايه راك نكمل اجتهد وكمل وانجح نعم اشكرا شو انجازيان